ليس هناك ما يضمن توفير الجو المناسب لإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري في ظل التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد للبيبة رأي يقول به كثير من الليبيين ويؤكده واقع عجز الحكومة عن تأمين مراكز الاقتراع وتنفيذ استراتيجيات لضمان التصويت الحر والعادل في المناطق الخارجة عن سيطرتها ويؤكده كذلك عدم حسم ملف المرتزقة الأجانب والميليشيات القبلية التي ترفض حل نفسها أو الخضوع لأي سلطة مدنية كذلك فإن عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على توحيد المؤسسة العسكرية يلقي بظلال من الشك على قدرة البلاد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا سيما في الشرق حيث سيطرت القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر الذي عزل المسؤولين المنتخبين قصرا من مناصبهم واستبدلهم بضباط في الجيش نهيك عن حوادث الاغتيال السياسي والإخفاء القصري المنتشرة في تلك المناطق بحسب تقرير لموقع ميدل استئاي البريطاني وبحسب التقرير فإن المجتمع الدولي على الرغم من تشديده على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا إلا أنه لم يتخذ قطوات ملموسة لضمان إجراء هذه العملية بطريقة آمنة وشفافة مؤكدا بذلك أنه يريد فقط إجراء الانتخابات دون النظر إلى المعوقات التي تعطرد طريقها ودون دعم دولي يضمن أن تكون نتيجة التصويت إنعكاسا حقيقيا لإرادة الليبيين وبعيدة عن التدخل السياسي أو العسكري ويخلص مراقبون للشأن الليبي إلى أنه برغم أن الانتخابات قد تعزز السلام والاستقرار في نهاية المطاف إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى عودة العنف في ظل دولة هشة تتنازع السيطرة عليها قوى داخلية وإقليمية ودولية ترجمة نانسي قنقر